أعزائي المشاهدين إليكم من القلب رق التحيات وأطيب الأمنيات وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الخلاصة نستهلها مع حضراتكم بأهم الأخبار استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم باتريتشيا سبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك بحضور سامح شوكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنصيق لتحضير قمة المناخ العالمية القادمة في شرم الشيخ أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي بلاديمير بوتين وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكد الرئيس على ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكل المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تدهر الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وأكد الرئيس على متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا معاربا عن التقدير الإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم وتناول الاتصال كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف في أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناع قرارا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريق والذرة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع نشره بالوقائة المصرية وقالت الوزيرة إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة جادير بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت منذ يومين قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمتشوش والعدس والمكارونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ثلاثة أشهر انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية مشددة على توفر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي وكذلك توفر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة كما سيتم إطلاق معارض أهلا رمضان في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات ثم بالقاهرة الكبرى وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25% على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان مشيرة إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها قالت الخارجية الأوكرانية قد تم قصف مسجد لجأ إليه 80 مدنيا في مدينة ماريوبول وذلك وفق خبر عاجل لقناة سكاي نيوز عربية ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية لليوم السابع عشر على التوالي الأمر الذي دعا دول أوروبية وغربية وأمريكية إلى فرض عقوبات ضد موسكو وقياداتها وفي سياق الأرصاد تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الغد الأحد انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ونشاطا للرياح على عدة مناطق متفرقة بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر إلى هنا مشاهدينا نكون قد انتهينا من عرض أهم الأخبار فاصل ونعود إليكم مع فقرة مهمة انتظرونا أعودنا إليكم مشاهدينا ونجدد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى إن من البيان لسحرة لا شك أن الإعلام سلاح له تأثيره وخطورته على الناس وخاصة الإعلام الإلكتروني الذي اخترق الآن حواجز الزمان والمكان وقد سعت التنظيمات المتطرفة إلى توظيف الإعلام من أجل أغراضها الإجرامية يقول الشيخ القرضاوي الأب الروحي لتنظيم الإخوان المسلمين لابد للحركة أن تستعين بفنيين ومتخصصين في السياسة والاجتماع والإعلام لتجنيدهم لخدمة الحركة يقول الظواهري أيمن الظواهري زعيم القاعدة إني أدعو جميع العاملين بالإعلام أن يبذلوا قصار جهدهم وكل طاقاتهم في سبيل إنجاح حركتنا إذن صناع الميديا يعملون على دراسة الرأي العام لتوجيه رسائلهم لتصيب أهدافهم أو أهدافهم الإعلام الموجه هو حاليا كمان أحد أدوات الاستعمار الذي يستخدمه للتأثير على العقول واحتلال الشعوب بآلات التصوير بدلا من فوهات البنادق نسعى في هذه الحلقة لتوضيح ما هو الإعلام الهادف مناقشة قضايا مختلفة حول الإعلام نتمنى لكم قضاء وقت ممتع في حضور ضيفنا العزيز الدكتور عبدالله مباشر سفير الإعلام العربي بأوروبا ورئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا أهلا بك دكتور أهلا بك سلام حضرتك نورتنا سعيد جدا طبعا أنا مع حضرتك ومع السادة المشاهدين في قناة الصحة والجمال مفيش طبعا أجمل من الصحة مفيش طبعا أجمل من حضرتك صعب جدا كإعلامي أحاول إعلامي قدير زي حضرتك ربنا يخليك إيه حكاية الإعلام الموجه والإعلام الموجه يعني إيه إعلام موجه ويعني إعلام محايدة دكتور إعلام محايد أو بيسموه إعلام حر أو إعلام ديمطار أو موضوعي ده حضرتك بتكون من حق الجمهور أو من حق الشعب أو من حق المجتمع إن هو يعرف كل ضريره كبيرة بالدور يعني أي حدث سواء صغير أو كبير لازم الشعب يعرفه أو لازم المجتمع يعرفه الشعب عايز كده بس هل فينا الإعلام ده موجود اللي بيدي الإعلام يعني بيدي رسائل بشكل موضوعي بصراحة نادر جدا أو صعب جدا لذلك هناك قنوات كتيرة جدا بتكون لها أهداف موجهة أهداف معادية أهداف للأسف رؤوس أموال بتتحكم في الإعلام عالميا يا دكتور أو دول أو أنظمة هو ده حضرتك جدت على حضرتك على مفتاح السحر أو مفتاح المشكلة فعلا الإعلام ورؤوس الأموال تتحكم جامد في الإعلام خصوصا اللي صاب بعد ما حصلت المواضية اللي هي الصورة أو زي ما سموها الصورة أو كده والمشاكل اللي حصلت في مصر وبخصوصا بعد أحداث ربع العدوية وبعد الأحداث اللي تتمت كان هناك إعلام موجه ضد مصر بالخارج دول كانت تتآمر على مصر بالخارج دي حضرتك يعني كان أسهم بجزء كبير جدا في أنا كمصري أتحرك أعمل إيه خصوصا القنوات المعادية هناك في نظام أوروبا حضرتك نظام الكابل في التلفزيونات بحيث كانت القناة والقنوات الموجهة الواحد مش عاوز أذكر اسمها كانت تدخل كل البيوت تدخل باللغة الإنجلزية وبالعربية فعملت عندهم تغيير فكري وتزييف للحقيقة فذلك يعتبر علام موجه ده موجود يعني هو يعني يبدو أنه اللي بيبدو للناس من هذا النوع من الإعلام أنه أن رسائلهم بتحمل حجج ومنطق لكنه مزيف حضرتك زي ما بلو بحب السم في العسل آه بالضبط يعني هو بيبقى يعني بيستغلوا يعني إحنا لا نمكر أنه عندنا يعني نقص في المعرفة في المجتمعات بتاعتنا عندنا فقر شوية في الوعي بدل ما بيحاولوا ينموا الوعي أو يزودوا المعرفة عند الناس بيحاولوا يستغلوها لأجل يعني تحقيق أهدافهم للأسف والذلك أنا بطالب بوعي السادة المشاهدين أهم حاجة لما تشوف أي فيديو أو تسمع أي خبر لازم تحللوا مين لقال الخبر والسبب قالوا إمتى وعشان إيه ويقصد بإيه في حقائق مزيفة كتير الهدف منها هي المشكلة المشكلة عندنا يبدو أني علشان يعني مجتمعات نوعا ما ما إحناش مجتمعات مرفهة أو غنية فما عندناش يعني الوقت للاطلاع والبحث إحنا بناخد الخبر وخلاص يعني والعهدة على الراوي زي ما بيقولوا يعني يعني متأيقل يعني صعب على الناس منها تبحث وراء الخبر يعني للأسف بشوف ناس مثقفين معهم شهادات ولكن زي ما الخبر بيجيزهم بينقلوه بيشيروه خصا دلوقتي وسائل التواصل الابتماعي الفيسبوك والواتساب والفايبر الحاجات دي كل الناس بتنقل أخبار زي ما بتوصلها ما يفكرش مثلا مين البعت الخبر ويقصد بإيه يعني بتذكر أن أنا شفت فيديو هما كاتبين تحته البنايات الجديدة بتتهد أو حاجة زي كده ولكن لما جيت كأعلامي جيت أشوف أصل الفيديو لقيت أبعا بالعكس طب هل هما مثلا وقفين يصور البيت دي مثلا هو بيتهد في نفس الرحظة ولكن فرية دي طبعا من ضمن الأعمال الإنشائية من أجل توساعة الطريق وتم تعوض الناس بيزييفهم بتزييف الحقائق يعني في نفس الوقت إحنا الدولة بتعمل شيء رعى جدا توسع الطرق وتعويض أصحاب البيوت المهدمة من أجل شراء مكان آخر أو نقلهم في مكان تاني ولكن نسخل الفيديو اللي هي البناية بتقع فيه وأذلك البناية الجديدة بتقع طبعا دي كله كذب وتأذيف يعني طيب هو يعني يبدو كده أن الإعلام كله تقريبا يعني فيه وليام جيمس يعني أحد فلسفة البراجماتية أو المصلحة يعني اللي هو بيقول إن الإنسان بطبعه نفعي أو بتاع مصلحته بيهتم بمصلحته كل الإعلام كله في العالم كله موجه لتحقيق المصالح؟ هو ما قدرش أقول كله ما تقدرش أتعمل من القاعدة هو موزج لإعلام موضوعي محايد؟ هو فيه أحيانا ممكن يكون الإعلام دي موجه من القلب من قلب واحد بيحب برد من قلب واحد بيحب وطنه يعني مثلا أكلم حضرتك عن تجربة إذا بتسمحه طبعا عن تجربة شخصية خطها في رومانيا طبعا بعد أحداث ربع العدوية كان فيه تزييف جامد للحقائق وزي ما قلت لحضرتك كان بعض القنوات العربية اللي هي تدس السم في العسر كانت موجودة في رومانيا القنوات دي تنظام الكبل موجود في كل البيوت طب أنا عاوز بزام الكلمة أنا كعبدالله مباشر عاوز أدفع عن بلدي هل أمسك ميكروفون في الشارع وأقول للناس لا دا غير صحيح؟ فبالعكس هي بتلاقي بعض الاستدادات يعني فيه ناس أصلا عنده يعني فكرة معينة أو عنده ميول معينة فالميول دي هي موجودة عنده وهذه القنوات بتشبيع أهاله فما بيشوفش الحقيقة هو أصلا هو أساسا عنده ميول مثلا ضد الوطن أو كاره الوطن أو أو عنده يعني سوق فهم عن الأحداث فبيلاقي بعض هذه القنوات إن هي دي بتجيلوا على الحتة اللي هي وبالتالي ما بيبحثش عنها على فكرة برضو أعتقد الجانب الآخر اللي هو مع الوطن برضو فيه إعلام ما بيبقاش محايد يعني ساعات بيقول بيطلعوا بحاجات برضو ومش دقيقة ومش صحيحة بس هو علشان هي في الجانب بتاعه فهو بيصدقها وميحول شيء بحسب طبعاً بعض الناس أحياناً بتبصل المادة بتبصل تحطيم وطن ولكن الحمد لله وطن كبير وطن عظيم فأنا كعبدالله مباشر لما شفت القنوات التانية بتعمل كده في بلدي طبعاً بقيت إن أنا أعمل ندوات أو مؤتمرات ولكن كان عددها بيكون محدود طب أنا عاوز أوصل للعشرين مليون مواطن في رومانيا طب أعمل إيه المهم اتفاقت مع طبعاً اتفاقت مع أحد الأصدقاء اسمه لورد يشار حلمي وهو صاحب إحدى الشركات الكبيرة ومن عشاق الوطن اتفاقت معه إن إحنا ممكن نشتري إعلام نشتري ساعات من تلفزيون الدولة الرومانية طبعاً زي ما حضرتك عارف إن الإعلام عادة بالثانية فما بالك أنت لما تاخد 12 ساعة في الشهر 12 ساعة في الشهر تتكلم فيهم عن اسمه برنامج اسمه برنامج الفراعنة في التلفزيون الروماني البرنامج ده الرومان بيعرفوا عننا كمصر بيعرفوا الفراعنة وبيعرفوا عن الأهرامات وعن الحضارة المصرية أكثر مننا إحنا يا مصريين أكثر مننا إحنا يا مصريين فما بالك فجت لهم أنا بقى على الحاجة اللي هم بحبوها تكلمنا عن الحضارة المصرية وأيضاً بعد ما تكلمت عن الحضارة المصرية المناطق السياحية في مصرنا الحبيبة وأيضاً تكلمت بعد كده عن بعض الإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية في مصرنا الحبيبة من مساكن حي الأصمرات والمساكن التي من أجل إخواننا والعدد الكبير جداً في المساكن تكلمت أيضاً عن الأشياء الرائعة في بلدنا عن البحيارات السماكية عن استصلاح مليون ونصف الدان عن الأشياء الجميلة والله حضرتك يعني نموذج مشرف بجد في أوروبا يا جماعة دكتور عبدالله مباشر من أقدم الإعلاميين في أوروبا وعمل برنامج زي يعني ما بيشرح كده حاجة مشرفة بعمل برنامج بتاعه اسمه الفراعنة مش كده عن مصر وأنا يعني أتمنى يا جماعة تبين لنا بس فيديو أو مقطع من البرومو والبرنامج بتاع دكتور عبدالله كده على الشاشة فالبرنامج ده حضرتك موجه من القلب ما فيش دعم مثلا من دولة معينة أو من حاجات معينة فيش حد بيدعم بالعكس ده الحمد الله زي ما قلت حضرتك صديق اللي طبعا بيدعم البرنامج كشراء هو والعبدالله القعد قدامك هو مؤدم البرنامج والحمد الله كان سمعتنا رائعة جدا البرنامج طبعا بتكلم باللغتين باللغة الرومانية واللغة العربية طبعا خصوصا هناك في رومانيا في زواج مختلط كتير جدا فعاوز انت توصل لكل الناس الموجودة فطبعا كان في بعض الأفلام جبناها عن حي الأصمرات وبعض الإنجازات رئيس عبدالفتاح السيسي فكان هناك طالب اسمه معتاز مباشر كان يقوم بترجمة تلك الأفلام وتلك الأحداث يترجمها باللغة الرومانية نشوف الفيديو كده بتاع حضرتك ايوة يا شباب دولة زي رومانيا اسم مصر يكون دايما في القنوات بتاعي ما فيش دولة تانية ولا جاليا تانية عملت حاجة زي كده هل توجد جاليا مصرية في أي دولة من دول العالم عملت حاجة زي كده لا طبعا اعتقد اتمنى اتمنى يكون فيه فراعنا واحد فراعنا اثنين فراعنا ثلاثة ولكن الحمد لله كنا في رومانيا سابتين ومزلنا فضل الله سبحانه وتعالى سابتين بندعم بلدنا ووقفين جنب بلدنا ومن أغرب الرسائل حضرتك اللي وصلتني سيدة عجوزة مسنة بتقولي يا دكتور عبدالله بطلب منك حاجة بقولها ايه؟ قالت انا نظر ضعيف ما بشوفش الكتابة اللي مكتوبة قوي عن فراعنا وعن مصر وعن الرئيس عبدالفتاح السيسي والانجازات ياريت بس حضرتك اتكبر الكتابة شوية انا بقدم التلفزيون على السرير او بجيب التربزة التلفزيون يكون قريب جدا من السرير عشان اشوف ايه هي مصر بشوف ده حضرتك لما يكون من سيدة عجوزة سيدة مسنة وبتعشق بلدنا ازاي فما بارك الشباب فما بارك الناس اللي هما فعلا جموا ظرمة ما شاء الله على حضرتك والله يا دفتر حضرتك نموذب مشرف يعني حاجة تسعدنا كتير يعني طيب ممكن ننتقل الى محور اخر وممكن نبقى نرجع للمحور ده تاني بس في محور مهم الاستاذ احمد القاضي معانا الاعلامي على التلفون استاذ احمد مساء الخير مساء الخير استاذ احمد طيب لحد ما يرجع المحور التاني بما ان حضرتك يعني بقى لك حوالي ستة وتلاتين سنة في اوروبا ازاي بتشوف العرب والمسلمين اللي مقيمين هناك اللي هاجروا هناك وعايشين هناك ازاي قدروا ان هما يتجاوزوا محنة الاغتراض الثقافي النقلة من الثقافة العربية الاسلامية للثقافة الاوروبية هل؟ طيب معانا الاستاذ احمد القاضي استاذ خير يا استاذ احمد سلام عليكم الاعلام الكبير وعليكم السلام ازاي حضرتك ازاي صحتك اخبارك ايه اعمل ايه تمام ازايك حبيب الحمد لله تمام وعايشني كتير والله والله انت اكتر ونتمنى نشوفك قريب هنا معنا في الاستوديو ان شاء الله ان شاء الله وسلامي الدكتور عبدالله منور اه رأيك ايه في الاعلام على الساحة العالمية يعني مش اقولك يعني في الغرب والشارع على كله هالاعلام يعني دايما موجه ولا فيه اعلام نقدر نقول موضوعي او محايد يا سيد احمد والله بص احنا هنتكلم لو اتكلمنا طبعا والقامة الكبيرة قاعدة قدام حضرتك ان فكرة التعميم في الاعلام اصلا تحدي ذاتها دي خطأ كبير يعني ان احنا نعمم كل الموجودين اذا كان هم محايدين او حتى هم كلهم مغرضين فاكيد الكلام ده مصطح اكيد لازم مش لازم مغرض يعني بالمعنى السيء يعني بالمعنى الإجرامي يعني يعني بيأسعى تحقيق مصالح يعني فيه فيه ناس اكيد طبعا فيه ناس بتبقى اصحاب مطلحة لان بيبقى ليهم مقارد معينة او ليهم اهداف معينة وهم عايزين يوصلوا لاغراض معينة فبيبقى ليهم اكيد بعض الاجندات في الاعلام وده طبعا اكيد بيبقى معروف ويبقى مع الوقت السؤال الاهم حضرتك شايف ان فيه اعلام محايد في العالم كله لو شايف تقول لي نموذج بس تقول لي نموذج بص حضرتك هو اللي طبعا لما قامت الحرب الاوكرانية الروسية الفترة اللي فاتت احنا بدأنا نشوف تاني فكرة الاعلام يظهر بشكل اللي احنا كنا يعني شوية هدينا من ناحيته وحسنا الموضوع ما كانش كده لا بدأ ويرجعها تاني كل القنوات الاخبارية اللي حدتك عرفها وبدأت تنزل تاني بفكرة انها على طول بتنقل اخبار الحرب وزي ما يكون سوريا يعني محتاجة جنازة بتشبع فيها لطنة عايزة دايما ان تدور على حاجة ان الهى للناس عايزة تطلع على عندها ده فكرة اعلام عايزة توصله في بعض الحاجات يمكن كانت موجودة في الفترة القريبة اللي فاتت بدأ يجيبوا مثلا المناظر للأسف البعض الجسد او كده يبقى فيها بعض الحاجات اللي مش حقيقية الحاجات المرسومة الحاجات الفيك اللي مش طبعية فاكيد ده مش اعلام ليه غرض ليه هدف ان هو يوصل ان الدنيا وصل كده او انتهم من طرف ده او من الطرف ده الفكرة هنا ان لما الناس بتحس ان الاعلام وصل للمرحلة دي بتسيب المنطقة دي الاعلام اللي هو الطبيعي الحقيقي بتاع القنوات التليفزيونية وبيبتدوا يروح زي ما حدثك وقلت وزي ما ده اسمها الكريم قال يبتدوا يروح الناحية التانية لفكرة مثلا الاعلام الموازية او الجزء السوشال ميديا او اليوتيوب اه بالضبط كده ويستقي معلوماته من منطقة دي والمنطقة دي مش كل حاجة فيها مصبوطة ومش كل حاجة فيها صحيحة وحقيقية وبيضطر ساعات كتير هو يعني عندهم قصد او عندهم دراية بيوم جاي عمل لها شهر تاني يعني شهر مرة واثنين وثلاثة واربعة فتبتدي تنتشر وتنتشر بزيادة وتبتدي الناس تشايرها من وراء وهو ممكن يعني في الحالة دي ينقل الخبر يبقى مش حقيقي ومسحي وينسى خالص ويتشف ان الناس كتير بدأت هتدوله وهو ده اللي بيحصل انت حتاك بتنام دلوقتي مثلا وتاسحة تاني يوم الصبح تلاقي خبار كتيرة ظهرت ولو الناس تحرت عن مصدر الخبر او اذا كان هو حقيقي فعليا او لا اتشوف في الاخر ان معظمكم يبقىش هو كده اصلا وهو مش حقيقي وفكرة انه زمان انه مفيش دخان من غير نار حتاك اكيد ده موجود لا دلوقتي يبقى فيه دخان بيطلع ومفيش نار يعني دلوقتي ممكن يطلع دخان ويعطم الدنيا كلها وممكن بيبقاش فيه نار احنا الهدف الأكبر والأكيد دكتور عبدالله هيركز عليه أكتر ان الناس تقول حاجة بموضوعية تقولها بشفافية تقولها بمهنية تحاول توصل للأصل بتاع الخبر تبتهت شوية عشان تطلع الحاجة الناس مش مستحملة انها ممكن تسمع حاجات تحبط نفسيتها بزيادة او تدعيها بزيادة لا اول مفروض ان الناس تفعى بزيادة انها تطلع حاجة الناس تقدر تتقبلها منها وتقدر تتبعها بعد كده فده نقطة مهمة جدا وحاطلة والناس يعني كل زعينين حاسوها والما بيحسوها كمان في وقت الازمات اكتر وممكن دكتور عبدالله قال كده في وقت الازمات اكتر لانك انت بتبقى متشبع اكتر لده وبتبقى عندك قابلية اكتر انك تستقبل ده فده نقطة مهمة جدا وطبعا يعني زي ما كان جوزف جبلس تقريبا لما قال لك اعطني علاما بلا ضمير اعطك شعبا بلا وعي فلو احنا اعملنا ده بالزيادة لا هنتعب الناس اوه نتعب الناس بالزيادة صحيح بشكر حضرتك شكرا جزيلا لإعلامي رسولة احمد القادي شكرا جزيلا وسلام حضرتك وسلام الدكتور عبدالله والنشرفين والنوارين والله تسلم 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 نرجع بقى الموضوع المهم بس عاود اقول حتة اه غيره في الاعلام زي تسمح لي مش عارف في قنوات كتير جدا هنا في مواطن الحبيبة تركز للأسف على الحاجات التفة يعني قريسة وعروسة ما عارفش عمله ايه اه عارف ضرب عروسة ما عارفش ايه ما هو ده اسمه اعلام التريند هو بيسعى لتحقيق التريند انت عارف حضرتك دلوقت ان هو بيسعى بيشغل على ال 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 برنامج علشان يحقق ارباح من الشركة جوجل او اليوتيوب فقصة تانية يعني برضو يعني برضو الناس متعرفش الحاجات بالضبط يعني هو عايز حاجة بتشوف مشاهدات فبالتالي حق أرباح يعني حضرتك في نفس اليوم اللي حصلت فيه الحدث بتاع العريس والعروسة أنا كنت ماشي في الماشي رايح مشوار معين يعني ولكن شفت حاجات إيجابية شفت الصوت الروافع الكركات بتصلح طرق بتعمل صور جديدة فوقفت أصور فيها ويعني هتا أصدقاء اللي موجودين في رومانيا قالك احنا عندنا كبري أو جسر هناك بقالوا ثلاث سنين فينا حطة الرئيس عبدالفتاح السيسي يجي يعمله في ثلاث شهور زي ما بتم هنا فيالت كل واحد فينا لما يشوف حاجة إيجابية يصورها ويوثقها بدلا ما يوثق مثلا موضوع يعني موضوع يعني دي رسالة برضو يعني دي نعتبرها رسالة من حضرتك لكل من يعمل في مجال الأعلام نرجع للموضوع بتاع نزوح العرب والمسلمين أو العرب بصفة عامة إلى أوروبا إزاي قدروا أنه هم يندمجوا في هذه المجتمعات باختلاف هذه الثقافات ولا في مشاكل بتقابلهم لحد دلوقتي هقول لحضرتك حاجة أنا من قرية صغيرة اسمها قرية مباشرة تبع مدينة القناة دايش ما حضرتها معي اسم العيلة طبعا سفرت من أيام ما كنت طارف الجامعة ورجعت وخلصت وقديت الخدمة العسكرية وبعد كده سفرت لما سفرت أوروبا سنة 86 طبعا أبدا سفرت دول تانية تركيا وحاجات تانية ولكن لما رحت رومانيا سنة 86 أخذاق القرية من أيام 86 الغية النهاردة في 2022 ما زلت أحتفظ بها الغية النهاردة هاتا اللكنة قيم القيم اللكنة الكرم مش عايزة جامل في نفسي ولكن فدايما يعني إذا كنت بتصلي في بلدك لما تروح في أي مكان في أوروبا هتصلي وأحب أطمن حضرتك وتمن أستاذة المشاهدين أن الأظهر الشريف الأظهر الشريف دايما واقف مع المصريين في الخارج بمعنى الحمد لله ربنا قدر كان في مسجد عربي هناك في دولة رومانيا وأكتر من 20-30 مسجد بصراحة ولكن الحمد لله أن الأظهر في كل سنة مش بيبعت بس في شهر رمضان بيوفد مقرئين لأ على رمضان السنة كاملة في مسجد في منطقة الكرنجاج الأظهر الشريف أرسل موفد لي هناك في رومانيا لمدة سنة كاملة ليه الشعوب دي بتقبل يعني الأوروبين بيقبلوا أنك أنت تبني مساجد وتدعو وتبني كنايز وتبني معابد هندوسية وتبني مش عارف إيه والناس في حرية ليه إحنا عندنا بنرفض أي حاجة غير المسجد يعني ليه عندنا الحتة دي هل دي يعني هناك في حرية هتغضب ربنا أن نحن نسيب الناس يعني تتعبت كيفما شيء بلا عكس بلا عكس هما هناك حضرتك بتدوك الحرية كاملة بس تستعملها صحة مش تعمل مساجد يا سامة حضار أشياء تانية لا المساجد للعبادة عبادة في حدود ما تدخلش في السياسة ما تدخلش في أي حاجة تانية خلص لك كتاب ربنا ولكن انت تتكلم في الدين اللي انت خاص بيه وأيضا الحمد لله يعني ما عندهمش مشاكل في بناء المساجد ولا المعابد لا المساجد ولا الكنيس ولا المعابد ولا أي حاجة زي ما قلت لحضرتك إن العرب هناك ومنهم ناس مصريين وجلسيات عربية أخرى عملوا أكتر من جامع هناك طب ما بيكرهوهمش على أساس الدين بالعكس ده هما اللي بيشوفك أي واحد إذا كان بحافظ على دينه فيعتبر سفير للسلام فيعتبر بوصل لسالة سامية إزاي هيكرهوك وانت شايف ان انت بتتعبد بتعبد الله الواحد الأحد إزاي هيكرهوك وانت مداريتش حد إزاي هيكرهوك وانت بتقدم الابتسامة وشغالة في ممدمج مع المجتمع وبيكرهك لما بتعمل عمال إرهابية أو عنفة ده من ناحية الجامع من ناحية المسجد وأيضا أقول لحضرتك قصة ضريفة جدا لو بتسمحلي أتفضل إذا تكلمنا عن الجامع برضو لازم نتكلم عن الكنيسة آه مداخلا دكتور طيب دكتور نفسي دكتور ميرفت مساء الخير يا دكتور أهلا وسأهلا بيك أهلا بيك إزاي حضرتك الحمد لله عمد يخليك دكتور يعني جزئية في مجال حضرتك يعني اللي بيقابلوا العرب أو المسلمين اللي بينزحوا إلى أوروبا لما بتحصل نوع من الصدمة الحضارية بالاختلاف الثقافات بيقابلوا ده ازاي يعني أو ده بتشوفيه ازاي ممكن يتأثروا بي ازاي سواء إجابا أو سلبا يا دكتور لا يعني أنت تقدر تقول ده ما هواش بالحجم بتاع زمان لأن ما كانش فيه وصائل اتفالي اللي احنا بنعيش في دلوقتي يعني أنا أول حالة شوستها الزمان أول ما بتيتش تغل في العلاج شفت جف حصل له صدمة ثقافية كان جاي راح أمريكا وحصل له صدمة ثقافية كان عنده ناس في أعراض المرض العقلي بيها لو سلقوا بكلام لقبة تكلبها فالأستاذ قال لي الدكتور بتاعنا يعني الأستاذي الدكتور أعليش أستاذ سأيتها أذكر الخير يعني قال ده ما عندهش مرض عقلي ده عنده صدمة ثقافية لأنه هو كان أنت التلام ده من 25 سنة فهو كان أنت مش عارع فعندك تصورات عن أمريكا لكن ما عندكش صورة حية ما عندكش كسبوك ما عندكش تواصل ما عندكش الإيميلاد بالحجم اللي احنا فيها ولا نستجرام ولا التلام ده كله فأنت وإنت رايح دلوقتي في سنة 2020 غير وإنت رايح من سنة 98 أو 65 أو 80 التصورات ليها أعرض للحقيقة أكتر منها تصورات على سنة أنت أنت عندك تواصل بشكل مستمر وحقيقي مع الناس اللي هناك ومع المجتمع اللي هناك ففاكرة بستطبع الحضرية حتيجي بقى مش بس بالحجب ده لكنها كمان هتاخد شكل تاني فكرة بقى التفاعل بقى الإنساني أنت عندك تصورات أرض الواقع بتفرض عليك حاجات تانية يعني زي يعني علاقة الرجل بالمرأة المجتمع والقانون فكرة القانون داخل في حياة الناس في تفاصيل تفاصيل خاصة جدا في إدارة العلاقة بين الرجل والمرأة الأب وإبنه هو ده هنا في المجتمعات العربية ده مش حاصل عشان المجتمعات بتاعتنا أقرب القوالية أكتر منها لمجتمعات المدنية والقوالين هتحس أنك أنت ملتزم بأشياء تجاه زوجتك بتتحذبك بها وكلون بيحذبك مش بمزاجك بتتجاه جارك يعني أنت ما تقدرش تبتح الخلاط ولا السوري الدوش ولا الكلام ده بعد الساعة كذا في بلاد أوروبا لأن في حد تاني جنبك حيزايق فهي دي بقى اللي هتحليك تبقى يأمة تندمج لأنك رايح ببانتك إنك رايح لمستوى إنساني أعلى لأن هم ناس أحسن وإحنا أوحش هم عمين مجهود عن نفسهم عمين تاريخ من الجهد الماضي والمعنوي ودفعوا ثمن وغالي جدا علشان وصلوا لمرحلة إن الإنسان هو المهم الإنسانية هي الأهم يعني أنت دلوقتي النازحين من أوكراني راحين في بولندا والبلاد الأخرى شوف بشاعلين إيه معاهم أولادهم وشناتهم وأحيواناتهم علشان هم ما دول جزء من العائلة تمام يا دكتور دي التركيبة اللي خالت البناء المختلفين تمام هي تضموك بقى الصغيرة التفاصيل اللي بقى دي إنت هستقدر تبقى ترتقي شو بقى شباههم ولا لا هتقع بقى وده لوتامن وده لوتامن تمام شكرا جزيلا دكتور ميرفة العماري نورتينا بمدخلة حضرتك شكرا جزيلا نرجع الوقت بس عشان دهن أنا عندي سؤال مهم جدا بخصوص المصريين العالقين على الحدود ما بين أوكرانيا ورومانيا إزاي السفارة المصرية تعاملت معاهم طبعا يعني عايزين نطمن الناس على فكرة رقم السفارة هتحط على الشاشة يا شباب لو سمحت رحضت رقم السفارة عشان اللي محتاج يتواصل مع السفارة أحب أطمن أستاذ المشاهدين اللي هم اللي هم أبناء أو اللي هم يعني شايرين هم أبناء مصر في الخارج سواء في أوكرانيا أو في الدول المجورة اللي هم معلقين فيها أحب أقول لحضرتك إن القيادة السياسية زم تنسى أبناء مصر في الداخل أو في الخارج زي ما هي مهتمة لسه كنت أسأل حضرتك إيه دور الوزارة الخارجية عملت إيه والدولة بصراحة مش وزارة الخارجية لوحدها كل الوزارات كاتفت يعني الوزير الأسد بسمي الأسد سامح شكري وتعليماته للصفارات المصرية في الخارج الدول المحيطة في أوكرانيا يعني مثلا شفنا حضرتك الدور الرائع الدور الجميل للسفير مؤيد الضرعي يعني كان دور بسم الله ما شاء الله وعضاء الصفار أحب أقول لحضرتك من أول ما بدأت الأزمة الصفارة المصرية تواصلت في رومانيا تواصلت مع وزارة الخارجية الرومانية وسمحوا للمصريين اللي هم القادمين الطالب القادمين أو غير الطالب القادمين من دورة أوكرانيا لهم أن هم يعودوا 15 يوم فيزا مجانية بدون أي حاجة بياخدوا قطمع الحدود بالإضافة حضرتك عشان في ناس فقدت جوازاتها تسفر ومن فقد جواز صفره عليه أنه يثبت أي حاجة أنه مصر الجنسية صورة من جواز صفر رقم بطاقة صورة بطاقت الرقم القومي طبعا بروح بها على الصفارة وفي الوقت نفسه الصفارة تدريه وثيقة صفر وأحب أقول حضرتك أن أيضا الحكومة الرومانية عندما عندما بعد الطالب معدل حدود كان فيه هناك أكل وشرب أكل وشرب مجانا وأماكن إيواء بس ما أقدرش أقول أماكن إيواء أماكن استضافة كانت موجودة مجانية أيضا كمان أن الصفارة المصرية وفرت أوتوبيسات من المناطق الحدودية أو قطارات على حساب الدولة المصرية طبعا بالمجان الأبناء من الطلبة مش كده وبس لما وصلوا مدينة بوخارس سفير مؤيد الضرعب نفسه أخذ الطلبة وسكنهم في كماين للطلبة الرومانيين دي كله مجانا طبعا سمحنا لهم في البداية أو تم استمحهم في البداية أنهم يعود ثلاث أيام الغيط طبعا ما يكون في طيارة تانية وأتخذهم على مصرنا الحبيب عشان في ناس تانية فعندنا ستة ألاف طالب ومعظمهم جايين لرومانيا والحمد لله طبعا زي ما قلت لحضرتك القيادة السياسية ما نسيتش أبناء في الداخل والخارج الحمد لله أرسلوا طيارتين مصر للطيران إلى رومانيا والحمد لله الأول طيارة كان عليها 181 طالب وطالبة بالإضافة الطيارة التانية كان حوالي 150 والحمد لله من كتر معاملة الصفارة المصرية للطالبة المعاملة الجيدة المعاملة الحسنة صدقني لغاية الرحظة لي في طالبة هناك مصريين مش عاوزين يرجعوا مصر في وقت الحالي عاوزين هما يقضوا الفترة البقية ما شافوا بقى الجمال من الصفارة المصرية استضغطوا أكل نقدر نقول أن دي رسالة اطمئنان من الدكتور عبدالله المباشر تبدو قد أو أتمنى أنها تكون أتلجة قلوب كل من القلقين والمتوترين على دويهم بالنسبة للحدود الأوكرانية الرومانية آخر حاجة أرجع للإعلام تاني بس أضيف نقطة بسيطة يريد بس أي حد يعني أي حد عنده أي مشكلة في دولة رومانيا فيه طبعا الخط الساخن بتاع الصفارة المصرية اللي مكتوب على الشاشة يرسل صورة جواز الصفار ويرسل رقم تليفونه ومكان تواجده تمام وهيلاق الصفارة المصرية موجودة معاه إن شاء الله إن شاء الله في النهاية كانت الفقر الرئيسية كانت عن الإعلام الموجه والمحايد وعايز أوصل في النهاية لحضراتكم إن الإعلام الموجه مهما نسج من الأعيب ومؤامرات للإضرار بالمجتمعات سيكون هشا ويتهاوى أمام عقول مستنيرة ووعية أتمنى لكم جميعا النور والوعي في العقول وأتمنى أن تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع أراكم في الحلقة القادمة